20 عاماً وتدخل الذاكرة في دوامة التذكر لاحتلال أمريكي قلب كيان العاصمة بغداد وأسقطها عن بكرة أبيها من حسابات التطور والازدهار الذي كان يحلم فيه شعب العراق منذ ما يقارب 12 سنة كحصار اقتصادي خانق قبل احتلالها على يد الأمريكان خسائر في الأرواح والمؤسسات والممتلكات وخسائر غير مرئية تمثلت بتربع العراق في صدارة الشعوب الأكثر توتراً وحزناً بسبب الاضطرابات وتداعيات الحروب تأثر الوضع الإقليمي كله في منطقة الشرق الأوسط من الناحية الأمنية والاقتصادية والسياسية بغزو العراق نهيك عن الوضع داخل العراق بعد 20 عاماً بوصلة مفقودة وتراكم مسلسل الفساد وترهل الإداري وفقدان السيادة العراقية بعد أن أصبح سهلاً على يد الإرهاب من جهة والسلاح المنفلت ونفوذ السلطة وهيمنة أحزاب تعمل لصالح جهات خارجية أما الطبقة السياسية التي وصفها محللون بالمكررة لما بعد 2003 وحتى المشهد الحالي لم تتغير وفق ما يطلبه الشارع ويطمح إليه العراقيون فقد استبدل حكم الاستبداد بحكم الفوضى وفقاً للمحللين الذين يعزون السبب الرئيسي إلى ما اقترفته أمريكا باختيار أشخاص غير موهلين لقيادة العراق وبالتالي وضعوا البلد في طاحونة دمرته اقتصادياً وأمنياً وسياسياً إلى أن وصل العراق باعتماده الكلية على النفط وانهيار أسعاره بالفترة الأخيرة واضطرار البلد لاقتراض أموال طائلة مع ارتفاع الفقر بنحو 40% محاصصة سياسية طائفية وتداعيات ملموسة على دول المنطقة الإقليمية منها ما اتصل بمسألة توازن القوى الإقليمي لصالح تسييد أمريكا وإيران بحسب مختصين ليتحول العراق إلى ساحة تصفية حسابات خارجية فضلاً عن ذلك فقد حدثت تبدلات في العلاقات السياسية التي حكمت دول المنطقة احتلال يجدد معاناة العراقي الذي ينتظر الخلاص من تداعياته بعودة بغداد إلى عهد العراق الذي كان في مقدمة دول العالم في اقتصاده وزراعته واستقراره اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة